نهى الله سبحانه وتعالى عن أمور كثيرة تؤدي إلى القطيع تؤدي إلى التفكك تؤدي إلى التظالم تؤدي إلى العدوان ومن ذلك سوء الظن سوء الظن سوء الظن تغير القلب من الأخ على أخيه لأمر لم يتحقق منه أو ربما كان شيئا يسيرا لكن الشيطان كبره في نفسه سوء الظن ولذلك يقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه فكل ما يغر الصدور وكل ما يدعو إلى القطيعة وكل ما يؤدي إلى التنافر بين المسلمين هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى ولن تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا اجتمعت كلمتهم وتوحد صفهم هذا من أعظم المقاصد في شريعة الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعقول الراشدة الصحيحة تدعو إليها كيف يمكن أن يقوم بنيان المجتمع كيف يمكن أن ينصلح حال الناس إذا تنافرت القلوب إذا تباعدت النفوس إذا نشأت الضغينة بين الناس كيف يمكن ولذلك قطعت الشريعة دابر كل طريق يؤدي إلى هذه القطيعة وإلى هذا التنافر ترجمة نانسي قنقر